ننتقل من عالم السياسة للعالم الصحة ولفقرتنا الطبية لليوم نحكي عم موضوع كتير مهم وكتير شائع بشكل كتير كبير هو خفقان القلب المتسرع يعني كتير منها بيقول أن قلبي عم يدق بسرعة بتلاقي هيك دقات قلب سريعة أو غير منتظمة أو بتحسي رجفان بالقلب أو ممكن بتقلك مثلا حسيت قلبي رح يوقف من كتير ما عم يدق بسرعة صحيح نور ويمكن هي المشكلة إلى أسباب متعددة وتختلف أكيد بالأعمار والشخص إذا عنده مرة تانية أو لا وهي مؤشرات متعددة لا نعرف شو هي وشو سببها وأكيد نعرف المعلومة الصحيحة معنا اليوم بالستوديو وضيفنا على اختصاصي الدكتور أحمد العايد وهو استشاري في أمراض القلب والقسطرة القلبية صباح الخير دكتور صباح النور وشكرا للكم بالبداية خلينا نعرف خفقان القلب شو يعني دقات الخلب السريعة بعيدا إذا واحد فايت بحالة غرام عم نحكي طببي بيقول لك العادة إذا الواحد بيحب تلاقي قلبه عم يدق بسرعة بس لا طببيا إذا بنحكي أنا شعرت هيك بخفقان قلب سريع شو فينا نعرفها طببيا الخفقان بالتعريف هو شعور الشخصي بضربات القلب عادة الإنسان ما بيحس بضربات قلبه صحيح القلب يعمل بصمت الإنسان ما بيحس على قلبه أو على ضربات قلبه فشعوره بهالضربات هاي إحساسه أو شعوره بضربات القلب بعمل القلب منسميه خفقان طبعا بالنسبة للأسباب الأسباب كتير أكيد يعني هلأ في أسباب منسميها فيزيولوجية في أسباب مرضية كأسباب فيزيولوجية مثل ما اتفضلت الحالة النفسية أو العاطفية هاي هاي ردة فعل بتكون فسواء كانت سلبية أو إيجابية يعني أحيانا من من الألأ أو التوتر أو الخوف الخوف أكثر عامل بيؤدي لتسرعات قوية بالقلب صحيح أيضا من الناحية الإيجابية الإنسان من الفرح أحيانا بصير عنده تسرع قلب أو الدهشة أو إلى آخره كل هالعوامل هاي النفسية أو العاطفية تلعب دور بإحداث تسرع القلب الحالة الثانية اللي بتعمل تسرع قلب فيزيولوجية مو مرضي هو الرياضة أو الجهد هلأ الإنسان بالحالة العادية مثلا وسطي ضربات القلب 70-75 بالدائعة اللي عمقول الوسطي هو الطبيعي ما بين 60 للمية منعتبره طبيعي هذا الرينج الطبيعي وسطيا حوالي 75 هلأ إذا كان مثلا عم يمارس لرياضة أسناء الرياضة بده يصير في زيادة طبعا مدربات القلب لحتى يقوم القلب بتلبية المتطلبات الاستقلابية للعضلات اللي عم تتحرك فأيضا هذا أنا ما بسميه مرض إلا إذا كان على جهد خفيف مثلا إلى معايير حتى اللي بيلعبوا رياضة بروفيشنال اللي بيعرفوا هذا الشيء اللي بالأندية مثلا يعني عندنا مثلا أجهزة ممكن الإنسان إذا حط عليه إيده على السنسر يعطي النبضات قديش ليشوفها مثلا إذا بعد جهة دقيقة ارتفاع شديد فهذا مو طبيعي أكيد بس عم نحكي نحن للمستوى المتوسط أو العالي شي طبيعي الجهد المتوسط أو العالي يعمل تسرع قلب هاي كلها حالات فيزيولوجية أيضا محب نوه لفكرة مهمة الحقيقة من الحالات الفيزيولوجية هي الأكل هلأ بعد الطعام عملية الهضم بحد ذاته هي عملية جهد تعتبر على القلب تسهل كمية من الدم فشي طبيعي أنه يعلى أيضا النبض بعد الطعام خلال مرحلة الهضم طبعا كمان إله معايير محدد بحيث ما يتجاوز أرقام معينة حسب الحالة العامة حسب صحة المريض حسب عمره حسب المرافقات الأخرى وزنه طوله وعرضه كل هاي الأشياء تلعب دور بهالموضوع أكيد دكتور يعني مثل ما حضرتك حكيت خفقان القلب هي مشكلة ممكن فينا نقول أنه هي مؤشر أو عرض لتأدي أو خلينا تبين أكتر شو فيه تفاصيل خلفه ممكن أمرات تانية يمكن بالعادة الناس أول ما تحس بأي شيء بالخفقان فبتروح على الأياس الضغط لأتيس الضغطة تعرف إذا منخفض أو مرتفع وهون بيبلشوا بعدين يبحثوا عن الموضوع الطبي فيه ناس مثلا بيقولوا لك بعد أكلة معينة مثل محضرتك إلت أو الناس اللي بدخنوا مثلا بعد الدخان أو الأرقيلة نزل ضغطه داخل حس بهبوط بجسمه بيقص الضغط وبيروح هل هذا هو المؤشر الأول حتى أنا أعرف أنه عندي مشكلة تماما هلأ الحقيقة حكينا عن الأسباب الفيزيولوجية خلينا نقول أو الحالات الطبيعية اللي بصير فيها تسرع اللي هي هذا تسرع يعني عكاسي مقبولي هلأ الحالات الثانية اللي خلينا نقول مرضية أو شبه مرضية منقسمها لقسمين حالات قلبية وخارج قلبية خارج قلبية مثل ما تفضلت مثلا الدخان أو الأرقيلة طبعا بتعمل تسرع بالقلب أكيد وبترفع الضغط كمان المنبهات القهوة الشاي المتة إلى آخره هلأ بعض الأدوية كمان هلأ مضادات الاحتقان هي مواد بتسرع القلب هذا معروف هذا شيء مضادات الحساسية ومضادات الاحتقان هي أدوية بتأدي إلى حدوث تسرع بالقلب في عنا مثلا حالات مرضية مثل ما قلنا خارج قلبي هلأ كلهم نحكي أشياء أو أمراض خارج القلب تؤدي إلى تسرع القلب مثل فرط نشاط الغدى درقية مثل فقر الدم مثل مثلا الحمى أو ارتفاع حرارة الجسم أي حالة انتانية التهابية بالجسم درافقها ارتفاع حرارة فبدو يرافقها بالضرورة زيادة بضربات القلب تسرع قلب مثل ما أنا كمان فرط نشاط الغدى الدرقية وهذا بيكتر كثير عند الصبايا أكتر بمراحل باكرة يعني عند مرحلة الشباب أو الكهولة ممكن يصير هذا شيء بس هو بأي عمر بأي عمر أكيد ممكن يصير هلأ الأسباب القلبية متنوعة جدا هلأ معنا التسرع الجيبي التسرع الاجتدادي فوق البطيني الوصلي الرجفان الأزيني هلأ هاي الى أهمية خاصة الحقيقة هاي البدا تدبير وبدأ هلأ انه امتى يراجع الطبيب هذا اللي كنتي سألك عنه يعني نحنا حكينا عن حالات بزيولوجية وحالات طبيعية وحالات بتنزر لأنه في مشكلة صحية قيمت فيني أقول أنه هاي مثلا أنا تسرع دقات قلبي مثلا من خلال التكرار يعني أنا بقول صار معي مثلا مثل ما قال ممكن نزل ضغطي ممكن أي شي صار في تسرع بدقات القلب كمرة بس أنا قيمت أقول لا هاي الحالة متكررة شو اللي ممكن أقول لحتى أنا روحنا عند الدكتور هلأ نحنا قلنا أنه الحالات الفيزيولوجية الطبيعية هي الشدة النفسية الجهد الطعام هاي حالات طبيعية أنه تعمل تسرع قلب خارجها أي إحساس بضربات القلب يستوجب استشارة طبية خاصة إذا ترافق الخفقان أو شعور بضربات القلب مثل ما عرفناها بألم صدري أو ضيق في النفس أو دوار دوخة أو إغماء حتى في بعض الحالات توصل إلى إلى مرحلة الإغماء فهي لا هي أكيد تستوجب إجراء فحص سريري كامل التأكد من ما هي التسرع الموجود أو الخفقان بتعبير أدق طبعا في ناحية كثير مهمة الشعور بالخفقان مثل ما قلنا مو بالضرورة يكون تسرع قد يكون فقط عدم انتظام يعني إذا عدينا النبضات نلاقيها مثلا ضمن الرينج الطبيعي بس عم نحس فيها أشعر فيها بس عم نحس فيها نظرا لعدم انتظامها فبتيجي إما مثلا ممكن تكون خوارج انقباض أو عدم انتظام تنكشف تتعالج باكرا لحتى نتفادى مشاكلها المستقبلية طيب دكتور ما أنا حضرتك حكيت عن بعض المشاكل أو خليني أقول مثل ما بنسميها المضاعفات اللي ممكن تأدي إذا تم إهمال حالة الخفقان شو هي أبرز هاي المضاعفات هلأ لفتنا النظر إنه إذا كان خفقان مع ألم صدري هذا ممكن يكون ناتج عن نقص تروية نقص التروية إذا صار فهو يتضيق بالشرائين وهذا ممكن يأدي لبعيد الشر يعني عن المستمعين عننا وعن الجميع ممكن نصير احتشاء عضلة قلبية وممكن نكون المضاعفات جدا خطيرة أكيد إذا ترافق مع ضيق نفس فرضا ممكن يكون في مشكلة بالصمامات عنها ممكن يكون قشور قلب مثلا حيانا باللاقيها ظهرة بأعضاء الجسم يعني بيبين عندهم رجلين تتنفخ الوش حسب المرافقات الأخرى للخفقان هلأ في حال وجود نقص تروية كان نقص التروية أو تضيق الشرائين هو السبب فهذا أكيد يستوجب إجراء قسطرة وممكن توسيع شرائين أو حتى نوصل لعمل جراحي قلبي العملية المنسمية مجهزات إكليلية لكن طبعا نحن ما بنقفز مباشرة لهالإجراء بالأول تقييم سريري نعمل تخطيط نعمل إيكو الفحص الفحوصات العادية ممكن نعمل تحاليل مخبرية مثل ما قلنا لنتأكد من السبب أولا وبعدين نتوجه للشيء التالي هلأ بوجود مثلا غماء ممكن يكون أنواع تسرعات تستوجب زرع بطاريات خاصة للقلب مثلا إذا كان فيه هيك شيء ممكن يكون فيه حصار قلب اللي هو عادة تنبيعطي بطء نبض لكن ممكن يكون فيه شيء نسميه نظم هروب يعني بمانا أنه عم تتفعل بؤر تانية ضمن القلب من نظامية كمان تعطيها الإحساس تترافق مع غماء مثلا أو دوخة أو أعراض عامة هاي كتير مهمة خفقان مع علم صدري أو ديء نفس أو دوار وإغماء هاي هي اللي إلى علاقات بأمراض القلب هاي اللي تستوجب فحص فوري بينما الحالات الأولى اللي ذكرناها الفيزيولوجية هاي لا لا تستوجب مو ضروري أبدا يعني أنه مباشرة ننتقل إلا إذا كانت بقى وصلت لمرحلة مزعجة يعني مثلا نحن قلنا أنه على الجهد شيء طبيعي على الجهد أنه صير تسرع قل في مثلا إنسان ممكن إليك أنا بمشي مئة متر بصير سرعة قلبي مئة عشر مئة وثلاثين لا مو طبيعي هذا طبعا هذا مو شيء طبيعي صحيح فتقييم التسرع بدقة تقييم الأعراض بدقة هو اللي بيوجهنا شو الآلية أو شو المقاربة الأفضل اللي بدنا نلجأ لبعدين أكيد طيب دكتور كما غير نحكي عن نمط الغذائي في كتير ناس بنسمع أنه نمط الغذائي بيأثر وخصوصا مرضى القلب يعني بعض السوائل بعض خلييني قول المنكهات التي تستخدم كان الملح أو السكر بيأثروا سلبا وإيجابا صحيح هلأ طالما حكينا عن النمط الغذائي بحب نوه أنه بعض الأدوية القاطعة للشاهية بتعمل اضطرابات نظر صحيح بعض الأدوية اللي منستعملها مثلا بالتنحيف ممكن كتير مهم بالنسبة للنمط الغذائي نحن حكينا عن الكافئين مشتقات المواد المنبهة اللي موجودة بالقهوة والشاي والمتة والكوكا كولا بالمناسبة أو يعني مشروبات الصودة بشكل عام إلى كمان هذا الفعل فهي كله بدنا نحاول نبتعد عنه الغذاء بدي يكون صحي متوازن نبعد عن أكل الدسم مع أمكان نخفف ملح مع أمكان السكر كمان نفس الشيء هذا هو منسميه lifestyle modification أيضا لفتنا نظر أنه على الجهد الخفيف ممكن يصير فيه خفقان أو ديء نفس هذا ممكن يكون نقص لياقة عند الإنسان من قلة الحركة قلة الحركة ممكن توصل بالمريض أنه يظهر عنده أعراض كأنه قصور قلب أو مرض قلبي متكامل إلى هذه الدرجة إلى هذه الدرجة اللي ما عنده حركة نهائيا عمله مكتبي بفرضا أو ما بيمارس أي نوع من أنواع الرياضة أو الجهد المنتظم ممكن يطلع طابع أول أو ثاني سيري لهات وخاصة إذا ترافقت قلة الحركة مع البدانة هي من أخطر الأشياء الحية البدانة هي أحد الأسباب اللي كمان ممكن تعمل تسرعات قلب مرضية وليس فيزيولوجية فقط مرضية زيادة الوزن عن المعدل المثالي أو السوي طيب دكتور بالختام خلينا نحكي نصائح أو نصيحة عامة أهمية استشارة الطبيب أو التوجه للطبيب بحال الإحساس بأي عراض من الأعراض اللي ذكرت لأنه نوعا ما ما معنا هذه الثقافة المنتشرة بشكل كبير يعني نحنا بنحمل أنفسنا ألم زيادة يعني لا الوجع محمول المهم هلأ المشكلة ما كتير صح بتلاقي بمراحل متأخرة نحنا نختار خيار التوجه للطبيب هذا شيء كتير مهم أنه نطلب المساعدة الطبية بالوقت المناسب بدون تأخير أكيد خاصة إذا ترفق الخبقان مثل ما قلنا بألم صدري أو ديق نفس أو دوار أو إغماء هذا ما بدي أقول حالة إسعافية هي حالة عاجلة يخلينا نقول تستوجب المراقبة والمتابعة أكيد فوريا بالمقابل بدي نوه على شيء آخر أيضا ما يصير فيه نوع من الوسوسة نحنا نطمنه بس لسا عم يحس بالخبقان بيبحث مرة تانية والثالثة صار نوع من الوسواس عنده طالما أجري الشيء المناسب مؤحقه المريض يأخذ رأي تاني ما في مشكلة أبدا بس أكتر من هي خلاص لا يدخل حوله بأشياء تانية هي بعد ما يستكمل كل الإجراءات اللي حكينا عنه أكيد يعني معلومات مهمة نتمنى يكون لكل استفاد منها شكرا لك دكتور أحمد العاية على وجودك دائما وعلى المعلومات الدقيقة اللي تعطينا ياها شكرا لكم الله يوفركم